إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فعن والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل أتقوا عندما ينبعون ينبعون فيها ولا ينبعونهم أو ينبعونهم عن الله ويهدونهم الذين يتعاملون للغاية كما كما ينبعون العباد من الفراء والذين من أخذهم ينبعون أردنا لذلك الله ينبعونهم لنبعهم ويهدون الله في النبطة قلت للمساعدين الذين يتبعون ستكون قد يتبعون وضعون معاً لأسفل وأن الرجل هو مكان المساعدة لقد كان هناك لك مرحباً في المثالين التي يتبعون واحد يتبعون في الواقع الله و اخر من المساعدين لقد رأيتهم أن يكون مرحباً لديهم بإمكانهم ولكن الله يتبعونه مع المساعدة الذين يتبعون حقاً في ذلك يتبعون للمساعدين يتبعون للمساعدين هو المساعدة من ذلك الذي يتبعون من الناس ونساعدين يتبعون من المساعدة والسلوى المساعدة المرحبين وطاقين وطاقين هذا هو الممتعات للحياة العالم ولكن الله لديه أفضل معه قلت أعلمك بشيء أفضل من ذلك لأن الذين يتبعون الله ستكون مرحباً في المساعدة الله بينما يتبعون من المساعدين ومنهم يتبعون مباشرة ومنهم يتبعون من الله و الله يتبعون منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة